مهرجان اللوز بعد أسبوعين حافلين من الفعاليات المتعلقة بالشجرة المتجذرة بأرض مملكة البحرين أسدل الستار على النسخة الأولى من مهرجان اللوز الذي سجل حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين ففي حديقة الزهور الكائنة في الابديع صلط المهرجان الضوء على الثمرة البحرينية وأصنافها باعتبارها جزءاً من الموروط الشعبي وكذلك التعريف بالصناعات التحويلية من ثمار اللوز وخلق منصة مهمة للتعريف وتسويق المنتج البحريني إلى جانب الترويج لمجالات الإبداع والابتكار والفرص المتاحة لرواد الأعمال الزراعيين في مجال أشجار اللوز وإبراز إمكانيات أهل البحرين في مجال الصناعات التحويلية للمنتج البحريني ونظراً للنجاح الذي حققه مهرجان اللوز في نسخته الأولى يتم العمل حالياً على إضافة المهرجان إلى قائمة الفعاليات السنوية في المملكة ووضع خطة متكاملة لعدد من المهرجانات التسويقية للثمرة البحرينية خلال الفترة القادمة جنباً إلى جنب للإضافات التي حققها سوق المزارعين على مدى الأعوام السابقة